كما أكد رئيس مجلس الوزراء أيضاً أن انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة في القاهرة يأتي تأكيداً على حرص البلدين على تفعيل أليات التعاون بينهما وأشار مدبولي إلى أن اجتماعات الدورة الأولى عقدت في بغداد قبل أقل من ثلاثة أعوام يوم يأتي الحياة انعقاد اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة في القاهرة بعد أقل من ثلاث أعوام من عقد دورتها الأولى في بغداد تأكيدا على حرص بلدينا على متابعة وتفعيل أليات التعاون في مختلف كل المجالات التي تعود بالنفع على شعبي مصر والعراق والحقيقة أيضا دولة الرئيس أن زيارتكم بتأتي في وقت مهم الحياة تموج المنطقة والعالم بتطورات متلحقة وتحديات متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وهو الأمر الذي يتطلب مننا جميعا أن نكثف من جهود العمل المشترك وأن نسعى لاستكشاف واستغلال كل فرصة ممكنة من أجل تعظيم وحسن استثمار ما لدينا من إمكانيات